تصريحات هنا وهناك ولا أحد يعرف الحقيقة كاملة مرة تعلن حماس عن عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي في رفع فيما تعلن إسرائيل تفكيك نصف قوات حماس في رفع لكن يبقى السؤال الأهم هل اقتربت الحرب من النهاية؟ وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ما يقرب من 550 عنصرا من حماس من بين الكتائب الأربع التابعة للحركة في لواء رفع وكتيبة شرقي رفع والشابورة وتل السلطان وبحسب محللين إسرائيليين فإن تفكيك كتائب حماس في رفع لا يعني وقف نقل العناصر وقدراتها لمناطق أخرى ما يعني أن المعركة ستكون طويلة إذا ما أرادت إسرائيل القضاء على الحركة بشكل كلي الأمر نفسه يراه محللون فلسطينيون بأن إعلان الجيش الإسرائيلي غير واقعيا أو منطقي بل على العكس فإسرائيل تورطت في رفع ولم تمتلك خطة واضحة وهو ما عرض قواتها لكمائنا على يد حماس بالتالي فهي تحاول الخروج من المدينة لصعوبة القضاء على القدرات العسكرية للحركة والفصائل الأخرى مثل سرايا القدس برأيك هل اقتربت إسرائيل من حسم المعركة؟ أم أنها تخفي فشلها العسكري في رفع؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة